بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو وخلال برقية التهنئة أكد رئيس مجلس الشيوخ أن تلك الثورة مثلت حدثا فارقا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة قوى الظلام والتطرف والإرهاب فكشفت حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها داعينا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها الأبي وأن يعيد علينا هذه المناسبة بالخير والأمان تحت قيادتكم الحكيمة